الفعاليات الرياضية الكبرى في أوروبا وأمريكا أصبحت من أهداف داعش خطة جديدة للتنظيم كشف عنها عدد من الخبراء في مركز أوبن بريفنج للأبحاث تفجير الملاعب الرياضية سيكون باستخدام داعش للطائرات من دون طيار هجوم قد تنفذه خلايا نائمة تابعة للتنظيم في أوروبا أو أمريكا أو أشخاص يعملون بالنظام الذئاب المنفردة وهم ممن تعرضوا لغسل دماغ على يد داعش معروف أن التنظيم يستخدم طائرات من دون طيار في العراق والسوريا لجمع المعلومات الاستخبارية أمر ناجح تماما في سحات المعارك وبحسب المركز فإن المنافسة المباشرة لداعش مع تنظيم القاعدة قد تدفعه إلى شن هجوم ضخم على أهداف غربية يوقع عددا كبير من الضحايا للطائرات من دون طيار قدرة على حمل عشرة كيلوغرامات من المتفجرات هذا ما كشفه المحللون الذين أشاروا إلى أن أي استهداف سياسي ينفذه داعش سيكون بمثابة هجوم قاتل صحيفة ديليميل لبريطانيا أشارت من جهتها إلى عدم وجود أي تدابير في أي دولة حول العالم يمكنها منع تلك الهجمات وإلى أن مواجهة هذه الهجمات تبدأ بتنظيم وتقييد من يمكنه امتلاك مثل هذه الطائرات تقرير بريطاني آخر نشرته Associated Press أشار إلى أن مسلح داعش يحصلون على القسم الأكبر من مكونات تصنيع القنابل الكيموية والعبوات الناسفة من شركات في تركيا والعراق أما القسم الأصغر منها فيحصل عليه المسلحون من نحو عشرين دولة أخرى من بينها أمريكا والبرازيل وكندا واليابان